كني الموضوع عن طريق الأستاذة جود عقاد اتصلت فيني وقتها قالت لي أنه في بعدة طالبة عندكم بالمدارس بإسطنبول اتعرضت لها اعتداء جنسي متحرش اعتداء جنسي أنه أنا اليوم ما فيني فيدة بشي أنت أدرى بالقوانين بتركيا أنت كونك مرشدة في أحد المدارس الحكومية هون نعم فقالت لي عطيها رئامين خليها تتواصل معي فلما تواصلت معي حكت لي القصة بالتفصيل فمجرد أنه هي خايفة كون أنه ما عندها إقامة وما في عندها كملك فخافت أنه مثلا تروح تشتيكي مثلا للمغفر مثلا أو الكريكون فأنه تقللهم أنه أنا في عندي قضية واحد اتنين ثلاثة فيركزوا على موضوع أنه هي ما عندها إقامة ما عندها كملك فيتم ترحيلها